نعم لليوم الثاني على التوالي واصل القضاء الإضراب في كافة المحاكم بأنحاء البلاد وذلك احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد بعزل 57 قاضيا من مناصبهم بتهم الفساد وأيضا عدم التجاوب في قضايا إرهابية وغيرها من الملفات تبدو الصورة والمشهد متشابه بيوم الأمس وهو اليوم الأول لهذا الإضراب وطبعا هذا الإضراب وتعليق العمل بكافة المحاكم في البلاد سيستمر لمدة أسبوع قابلة للتجديد الرئيس التونسي قيس سعيد من جهته التقى بوزيرة العدل ليلى جفال وجاء في بيان مقتضب للرئاسة التونسية بأنه شدد على ضرورة اقتطاع الأيام التي لم يداوم بها القضاء بالمحاكم بأن يتم خصمها واقتطاعها من رواتبهم وأيضا إجراءات قانونية أخرى بحقهم سيما وأنهم عملوا على وقف المرفق العام وفق ما جاء في بيان الرئاسة التونسية هذا هو أول ردة فعل رسمية من قبل الرئيس قيس سعيد حول تحركات القضاء وإذا ما كان ذلك بالإضراب وتعليق العمل بالمحاكم أيضا في كافة أنحاء البلاد حتى هذه اللحظة يعني الآن ربما منذ ربع الساعة فقط بدأ العمل في المؤسسات الرسمية ومؤسسات الدولة حسب التوقيت المحلي لكن وفق ما نقلت بعض المصادر المحلية فإن الصورة لا تختلف كثيرا عن يوم أمس اليوم الأول للإضراب وهناك مصادر قضائية تحدثت بأن نسبة الاستجابة لهذا الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم قد نهزت 95% طيب فضل لكل هذه التجاذبات والصراعات ودعوة الرئيس إلى 25 من يوليو لهذا الاستفتاء ما الذي يقوله الخبراء والمحللين في تونس هل سيؤثر هذا على المصارى الذي خطط له رئيس قيس السعيد للانتقال بتونس إلى جمهورية ثالثة؟ هناك من تحدث من المراقبين والمتابعين بأن بعض المخاوف والهواجس موجودة بالفعل من استكمال خطة الرئيس أو مشروعه السياسي وصولا إلى الاستفتاء المزمع إجرائه في 25 من يوليو المقبل إذا ما كان هذا على صعيد الحوار الوطني ومقاطعة اتحاد الشغل التونسي لهذا الحوار أكبر المنظمات النقبية في البلاد وكذلك الحال حول إضراب القضاء والتحركات الاحتجاجية الأخرى ستؤثر بشكل أو بآخر على نجاعة هذا الاستفتاء أيضا في ظل مقاطعة عدد كبير أيضا من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للحوار الوطني لكن في المقابل هناك بعض المراقبين يتحدثون بأن الاستفتاء يتجه نحو النجاح وبأن الرئيس قيس سعيد يسير في خطة ثابتة إلى الأمام من أجل إبراز مشروعه السياسي سيما وأنه لديه دعم وتأييد خاصة من فئة الشباب والخريجين الجامعيين وبعض المثقفين والنخبة في هذا المشروع السياسي وبأن عدد كبير أيضا من التونسيين قد ضاقوا ذرعا من ما شاهدوه في البرلمان المنحل إن كان من مناوشات ومن جدال لا يسمن ولا يغني من جيوع ولم يتطلع إلى هموم وأهات وعذابات التونسيين الاقتصادية والاجتماعية فضلا أيضا عن الصحية وكذلك التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد شكرا جزيلا لك من تونسيا سيردابابش مراسل الغد شكرا جزيلا لك شكرا